انفجار شنو صار قديش قدش من انفجار صار قدش عنا سامح تسعة سنينة قدش من انفجار صار جبتوشي تحقيق بتاع شكري بالعيد والبرامي جبتوشي حاجة بايا زي شكو من جرع شكو شكو جيبونا التحقيق في هذه شكو شكونا دولة بابا ثلاثة شهور على انتخاباتها منش من تخبيل كارتة بلالس موجودة كارتة البيضة موجودة منش من تخبيل حتى حد ايهم بعض هابتو الجاي جيبونا الجايش يا خيو يقص علينا مالحكاية كل مرة توقع حاجة هكا على خطر الانتخابات اللغة عاملين وعا زيادات ريتكي توقع زيادات يعملوا هكا بالعنبش لعبت زيادات شنوة صلاحية مش نقص عليك عنا العظام راقد عنا العظام مفسود تعيشوه بدي نار يحسبون كتنزبهما شميك يا مرأة بدي نار في البقتي ما قال العظام مفسد الماكلة فزة يا شنوة وزير الفلاحة فض نبرعي جامح الهب شاها نوح هايهم بعض نحن دولة دولة وحدنا نجمو نصدرون ونصدروني هردومور الرهاب نبماش هذية اللي ما عاملينها هذية كبسة قربت الانتخابات ولزمهم يعمل كبسة هذية لزمهم كل ما تسقر بالانتخابات يعملو هكا نبماش هما 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 يعرفوا الحكاية هذية هما الرهابيين وهما يتحملوا المسؤولية بتاع القديسي في تونسكم ومانيش مروحية مرهاب هذية صار من بعد 2011 تونس كانت في أمل وأمان حب كلمة برك سامحني كلمة برك للشعب التونسي لا تحرق ولا تكسر ولا تنهب هاتب حاقت مذرعك وبلسانك نذيف ما غير لسنبان ولا شتم في الموضوع سيام عليكم والله هاتب برك تونس عندها رجالها وطولس هذين يجب يحكمها العسكر حكم عسكري تتضاف لبلاد يرحم والديكم تحية تونس تحية تونس كل ما يحبوا سكتوا الشعب يعملوا حكاية هك كل ما يحبوا سكتوا الشعب على الغليه وعالبرش حاجات طبعاً أinely قط solche بمنحактер ومجد السمن مقطع نحت سارخر بحرقنا الدماء نموت نموت ونحيا الوطن في مجدع في يوم أراضب الحياة وَلَابُدَّ أَنْ لَيْنَجِيبَ الْقَدَرِ دَعْيَةُونَس دَعْيَةُونَس مالاشي مراوحي هذا يا رئيس امتاعنا اللي زعم الزعمة حاتين فيه ثقة عامية شباب نذاع هو والنهضة يجيب هينهم ربي هي كا وشها الأحزان، هي كراشة الخانوشي اولığı عامل دهجه، اولego stitched اولا عمل دهج في اسم دول باجي بت سورس خواه حر ويني الاحزاب ويني ويني الاحزاب ويني رؤساء الاحزاب لماك متكشف شو انتخبونا وصوتونا وعملونس ويني ويني جداش عانم الحزب ماتيني واحد وسبعين حزب وينكم الناس المتابعين المتابعين للإحداث اللي سايرة في تونس ومش المرة الأولى ومن نهارة اللي بدأوا يحكيوا على تأجيل الانتخابات واحنا نتوقع باش تصير حاجة باش يواجلوا الانتخابات وهذا يا هاي البداية هذه البداية هذي كله ياتف الى تأجيل الانتخابات لا اكثر ولا اقل باش الناس ما تنسيش تنتخب وتخاف